من لندن مراسلنا هناك محمد فنيش. إذن محمد ليست المرة الأولى التي تدعو نيكولا سترجن إلى إجراء استفتاء ثاني. هل من أهمية مختلفة لهذه الدعوة الآن؟ وهل ستسمح مينستر بذلك إلا إذا ضمنت فشل أن تكون نتيجة الاستفتاء لصالح البقاء؟ لا أظن أن الحكومة البريطانية ستسمح على الأقل كما كشف عن ذلك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وقال أنه لن يسمح باستفتاء ثاني معللا ذلك بأن عام 2015 كان شهد استفتاء في سكوتلندا. وكانت 54% قد أكدت على البقاء في بريطانيا وفي المملكة المتحدة. سترجن الآن تحاول الذهاب إلى الانتخابات المحلية أو ما يسمي سكوتلنديون بهوليرود وهو البرلمان المحلي. وقالت أنه إذا فازت في الانتخابات المنتظرة في مايو فإنها ستطالب باستفتاء ثاني. هنا ستخرج عن القاعدة التي تفرض أن يوافق البرلمان البريطاني والحكومة البريطانية على هذا الاستفتاء. لكن هذا قد يكون فقط كلام سياسي لما قبل الانتخابات السكوتلندية المحلية. على اعتبار أن السكوتلنديين هناك أزمة سياسية على بعض وزراء الحكومة المحلية لنيكولا ستورج. نحن نعلم أن الأغلبية التي تسيطر في سكوتلندا هو الحزب الوطني سكوتلندي. لكن هذا لا يعني أن كل سكوتلنديين قد يوافقون. صحيح أنهم يرفضون الخروج من الاتحاد الأوروبي. كانوا يطالبون بالبقاء في الاتحاد الأوروبي. غاضبون من الاتفاق بشأن الصيد في المياه البريطانية من طرف الاتحاد الأوروبي. وقالوا أن اتفاق حكومة بوريش جونسون قد ضيع الكثير من حقوق الصيادين السكوتلنديين. لكن إجمالا الاقتصاد السكوتلندي يعتمد بشكل كبير على الإنجلترا خاصة وعلى المملكة المتحدة. وبالتالي عندما تحضر لغة الاقتصاد تغيب لغة العاطفة على الأقل. هذا ما فهمناه في كثير من المحطات. سواء على مستوى الاستفتاء الماضي. وكذلك على مستوى خروج بريطاني من تحاد الأوروبي. وما سمي بالبريكسيت. فبالتالي أظن أنه قد تهدد الحكومة السكوتلندية برئاسة نيكولاس تورجين. بورقة الاستفتاء. لكن لن يكون موضوع حقيقة لأسباب عدة لما تعيشه من أزمات نيكولاس تورجين مع بعض وزرائها الذين يواجهون التحقيق على المستوى المحلي. وكذلك أنه لا بد من موافقة البرلمان البريطاني وموافقة الحكومة البريطانية. وهذا لن يتحقق على الأقل مرحليا. لكن ما يمكن أن يتحقق هو أنه قد تكون هناك مصالح اقتصادية أكثر تنازلا من طرف وستمينستر من أجل إذنبرا للحفاظ على وحدات المملكة المتحدة. نعم محمد فنيش مرسلنا في لندن. شكرا جزيلا لك.